يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم هناك عادة شعبية عرفت في البحرين ودول الخليج والمنطقة الشرقية في السعودية تسمى الاحتفال بالقرقعون وتقام في منتصف شهر رمضان أو قبل منتصفه بليال وصورتها أن يتجول الأطفال على البيوت وخلال تجولهم يقومون بإنشاد بعض الأناشيد كقولهم يا شفيع لما سلم ولدهم لما وأيضا عطونا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم وغيرها من العبارات ومن الناس من يعطيهم حلويات أو مكسرات أو شيء من النقود وكانت في السابق لا ضابط لها أما في وقتنا الحاضر فبدأت العناية بهذه العادة بشكل أكبر حيث أصبحت يقام لها احتفالات في المدارس وأماكن تجمعات الناس وغيرها وصار يحتفل بها الأطفال والكبار وتنفق لأجلها الأموال فما حكم هذه العادة جزاكم الله خيرا هذه ليست عادة هذه لا تجوز لوجوه الوجه الأول أن هذه الفعلة أصلها مولد إمام من أئمة الرافضة أنه أولد في الخامس عشر من رمضان ويحتفلون وينشدون الناشدة التي فيها نداء له فبعض أهل السنة نقلوها إلى الخامس عشر من شعبه وبعض أهل السنة أبقوها كما هي عند الرافضة في المنتصف رمضان وهذا لا يجوز الوجه الثاني أنها عيد أنها عيد يتكرر كل سنة ويحرم على المسلمين أن يجعلوا عيدا يتكرر كل سنة غير العيدين المعروفين الذين أبدلنا الله عز وجل يعني بهما عن سائر أعياد الجاهلية فكل عيد ليس من هذين العيدين العيدين هو من أعياد الجاهلية الأمر الثالث أنها تتضمن نداءات شركية يعني فيها نداء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه وفيها بعضهم يقولون سيد شيهن يا شربيت سيد شيهن هذا هو إمام الرافضة وهذه استقاثة به ونداء له وكل هذا لا يجوز ترجمة نانسي قنقر